أبتدي مع حضرتك بموضوع قيشو لأن اللجنة الأولمبية كان فيه بيان أدانت من خلاله قيشو وبعد كده الشرطة الفرنسية نفسها يعني برأت اللاعب نفسه وقالت إن الكاميرات أثبتت إنه ما كانش فيه أي وقع التحررش ولا كان فيه أي أمر من الأمور دي هل اللجنة الأولمبية تصرعت في الحكم على قيشو؟ لا اللجنة الأولمبية كانت واضحة وصريحة فيه بانا يعني أنا جالي مكالمة ساعة أربعة وربع الفجر آه خلاص في هذا اليوم أوكي بصفة الأمين العام طبعا وأنا لست مش أنا المسؤول المباشر عن البعثة فيه رئيس بعثة ونعم رئيس بعثة إنما هم تواصلوا معي وقالولي فيه لعب مصري خلاص أوكي ممسوك في الاسم آه خلاص فيه شبه التحررش تمام تمام تواصلنا فورا مع إدارة البعثة ومع السفارة المصرية والحقيقة أنا بحيي السفير آآ المصري الفرنسا يعني آآ الراجل عمل شغل آآ أكثر من رائع كويس خلاص وكان آآ يعني ملمج بميع القوانين وكان آآ معنا في كل حاجة احنا كان عندنا يعني أزمات كتير للحقيقة الراجل آآ نعم 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 زكريا راجل آآ رائع نعم وبحيي برضو آآ آآ هشام عزت نعم من السفارة برضو آآ يعني كانوا معنا في كل لحظة نعم 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 نعملش ولا اي حاجة مم عشكرا كان بيان اللجنة بما ان بعض القنوات العالمية كتبت آآ في هذا الموضوع فكان لازم نحنا وصحف الفرنسية نفسها مم والفرنسية والانجليزية بسط وصحف كتير الحقيقة آآ خلاص فطرينا ان احنا لازم نقول حاجة يبقى في باية تمام آآ هو متهم بكذا آآ هو متهم بكذا آآ هو كان موجود في المكان الفلاني كان موجود في المكان الفلاني آآ و آآ فيه تحقيق شغال آآ فاحنا كل اللي قلناه هو ان هذا اللعب اللي خرج بدون اذن آآ خرج بإذن ان هو راح يتفرج على الفاينل بتاع وزنه فقط مفيش في مشكلة أوكي ثم قفل تليفونه واختفى آآ تمام آآ دي والردي مخالفة نقدر نرحله عليها لو عايزين تمام أو نشوف الأسبابها ايه تمام آآ راح فين وعمل ايه ده هنشوفه آآ خلاص وقعة زي التحرش دي حاجة كبيرة جدا آآ وحاجة يعني جريمة في فرنسا طبعا جريمة كبيرة آآ آآ ولو كانت ثبتت عليه لأ كان زمانه لسه هناك وكان زمانه بنشوف محامي آآ ونشوف هنمشي ازاي في الأجراءات آآ الحمد لله ان هذه التهمة آآ لم تثبت عليه الحمد لله خلاص فبالتالي ده حاجة كويسة آآ ورجع من آآ بعد ما خرج خرج على آآ على مصر رجع في المعادة الطبيعي المحدد لا لا طبعا مرجعش في المعادة الطبيعي المحدد اطلاقا اضطرنا نغير التذكرة اللي كان مفوض هيرجع بيها لان هو قعد عبال ما خلصنا قصة دي ممكن ثلاثة او اربع ايام آآ خلاص يعني كان مفوض يرجع قبل كده طبعا كان مفوض يرجع قبل كده آآ اوكي تمام انما غيرنا التذاكر لانه ما كانش هيل حال تغير اكيد تمام فالمهم ان احنا غيرناها ورجعناها آآ انما غيرنا البيان بعد كده ليه مش غيرنا البيان غيرنا التصريح ليه ان هو لازال هيعرض على لجنة الخيم اوكي تمام لان هو اخطأ ولازم نشوف مدى حجم الخطأ ده اه انا نتعامل معاه ازاي امم خلاص انما وقعت التحرش خلاص بقى اركنا على جنب كده خلاص خلاص ايه دي ما حصلتش او مش موجودة فانتهت امم انما هل كان مفوض يكون في بيان اخر سوف يحسب عليها امم هل كان ده الباني الاول هل كان من المفروض او ام من المنطقي بشكل اكبر ان يكون في بيان اخر اكثر توضيحا بعد تبرئة اللاعب نفسه من اللجنة الاولمبية في بيان تاني تلع في بيان تاني تلع اه في بيان تاني تلع قال تحويل القصة من اه 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 من كذا الى كذا اوكي تمام اوكي فبالتالي دي طبعا دي كان دي كان عقوبتها ممكن تصل عندنا اه الى الشطب النهائي مالعبش تاني امم خلاص طيب هل كان في وقعة اخرى تتعلق بلاعب منتخب الكرة الطائرة اه رجال انا انا مش حابة بعلق على اي حاجة اخرى بس انا اقدر اقول اللجنة الاولمبية قالت ان نفت الوقع لن اعلق على هذا لن تعلق لن اعلق على هذا الموضوع اه اقدر اقولك ان هذه البعثة كان فيها مشاكل يعني بعض الازمات اكتر من الطبيعي بمعنى ايه انا حضرت سبع تمن اولمبيات ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لكل الدول. خلاص. الاكل مش متنوع كافي. النيزة البروتين مش كافية. فكان كل الدول بتشيكي. انا قد بقى لك بقى فيه اجتماع. اسمه اجتماع الشاف ديميشن. طبعا. كل يوم صباحا ساعة سبعة الصباح. خلاص. لغاية ما الدورة تخلص. فكل الدول بتقول اللي عندها. فده كان من ضمن المشاكل اللي موجودة. اه موضوع التكييفات. ده موضوع معروف من قبل السفر بسنتين ثلاثة. مش مش الناس لحك فجأت ان ما فيش تكييف. اه. لا. ده فرنسا عملها عن قصد. عشان المحافظة على البيئة وهكذا وهكذا. اه. خلاص وعمل بحيث ان الجو مش هيبقى حر اوي. انه كان فيه بعض الايام. اه. خلاص كان فيه من ثلاثة اربعة في خلال الاسبوعين دول. كان الحر زيادة. موجود حر. اه. فكان اتعاملنا. اتعاملنا يعني ايه. يعني ازارة البيئة بسها جابت مراوح. خلاص اشترت مراوح. اه. رجعنا بها على مصر. نحنها عهدة في الاخر. اه. خلاص اوكي. واستعملناها لفرقة اليد. ثم استعملناها بعد كده لفرقة الخماسي. لما فرقة اليد سفرت على ليل. اه. تمام. اه. فدي كانت شكوى من لعبين كتير. اه. خلاص الدنيا حر شوية بزياد. تمام. اه. انما القرية قرية اولمبية. هي زي اي قرية اولمبية. خلاص. بس دي شكوى تتعلق بالتنظيم نفسه. اه. بكلم عن مستوى الاندباطي والالتزامي. هل كان فيه ازمات اكتر من كده? لا اولي لا. يعني يعني لما يبقى عندك اه اتنين تلاتة. اه. فس مية تمانية واربعين. خلاص اوكي. حد ما التزمش مرة هنا او ما التزمش مرة هنا بكلام رئيس اتحادو او بكلام رئيس البعثة. اه. دي مش نسبة كبيرة. دي اسمها موجودة فيه اغلب البعثات كلها. اه. خلاص اه كان فيه كيس كان فيه كيس. تمام. طيب.